اشتركوا في القناة اتوجه بعبارات الشكر الخالص لاخوتي المشارقة وللجميع بصفة عامة لماذا اخوتي المشارقة؟ لانني لاحظت مؤخرا انضمامهم بشكل واضح لمشاهدة فيديوهاتي المتواضعة على شبكتي يوتيب وظالموسيون وايضا انضمامهم للمعجبين بصفحة ايفون عيني على العالم وهذه الخطوة منهم تجعلني في الحقيقة اشعر بالمسؤولية التي ارجو الله ان يوفقني لتحملها وهي مسؤولية مقاسمتكم كل ما علمني الله حول هذا الجهاز ونظام تشغيله ولا يفوتني ايضا ان اتقدم اليهم بالاعتذار حول ما قد يلحظوه ضمن هذه الشروحات من استعمال للغة الفرنسية من طرفي او عبر قارئ الشاشة voice over وهنا ايضا اشير الى ان الصوت المصاحب لهذه الشروح هو صوت voice over قارئ شاشة الايفون والذي مكنت ابل من خلاله شريحة مهمة هي شريحة المعاقين بصريا من ان يستعملوا اجهزتها على قدم المساواة تقريبا مع اخوانهم المبصرين اذا بعد هذا كله امر مباشرة الى موضوع هذه الجلسة المباركة معكم والذي ارتأيت ان اتناول فيه مجموعة من المشاكل الشائعة المتعلقة بالايفون ونظام تشغيله وذلك استقيته من مساءلات مجموعة من الاخوة المتكررة حول هذا الموضوع اذا على بركة الله نذهب الى ريقلاج اعدادات وهناك مشكلة تعترض الكثيرين وهي مشكلة اختفاء اشارة الاتصال اشارة الاتصال للمتعهد او الفاعل للاتصالات تختفي اشارة اتصاله وقد جرب الكثيرون وانا واحد منهم ان هذه الاشارة تعود بالضغط على نمط طيران لتفعيله وايضا الضغط عليه لوقف تفعيله وهي الخطوة التي لا يمكن ان اقوم بها لانها تقطع علي هذا التسجيل غير انها واضحة اذا نقوم بتفعيل نمط الطيران وننتظر قليلا حوالي 30 ثانية او 40 ثانية ثم نقوم ايضا بالغاء تفعيله المسألة الثانية هي قضية الويفي الواي فاي كما يقول اخوان المشارقة هذا الواي فاي ايضا ترتبط معه كثير من المشاكل استثني منها مشكلة واحدة هو مشكلة تقنية لا يمكن حله بمختلف انواع الحيال اذا كان الوي في ايضا خربان كما يقول المشارقة اذا كان الوي في لا يشتغل نهائيا لعطل مرتبط بالهاردوير اما ان اختفت اشارة الواي فاي وهو امر شائع ايضا فيكفي ان نذهب مثلا هنا نمشي ومثلا الوي في اللي عندي الان واضغط على بنسبة الفرنسية يعني نحاول ان ننسى هذه الشبكة نأمر الايفون بان ينسى هذه الشبكة وايضا حين بعد ذلك ندخل معطيات الشبكة من جديد ونحن قريبون ما امكن من من هذا الواي فاي وهذا ايضا حل مجرب ينصح به الكثير من الناس الذين وقعت لهم المشكلة مسألة اخرى ايضا مرتبطة بالبلوتوث يشتكي بعض الاخوة من عدم تعرف الايفون على بعض الاجهزة اشير الى ان تقنية البلوتوث لم تريد منها ابل لارطيبات وبالخصوص نقل معطيات وان كان هذا واردا عبر مجموعة من التطبيقات غير ان الغاية ابل من تقنية البلوتوث هو ربط الملحقات من طابعات ولوحات مفاتيح وسماعات وغيرها اربطها بالايفون اذا غالبا انصحكم بتفعيل البلوتوث عند القيام بتحديث اليوس لان ابل في بعض المرات يتم تفعيل خاصية البلوتوث بشكل اوتوماتيكي ولكن في بعض المرات لا يتم تفعيل ذلك فقبل ان تقوموا بالتحديث انصحكم بتفعيل خاصية البلوتوث خاصة اذا كنتم تستعملون مجموعة تنمية الملحقات بالنسبة لهذا الغيزو السيلولير ايضا حتى هو بعض المرات كتوقع فيه واحد المشكلة ديال عدم تشغيل خاصية الخدمة ديال الترواجي هنا هناك حل ليس هناك حل سحري خادمة او عفوا خدمة الجيل الثالث لاجل تشغيلها لا بد من التواجد في مكان يتميز بتغطية الفاعل فاعل اتصالات بشكل جيد طبعا هنا بالنسبة لاختيار فاعل اتصالات انصحكم بان يكون ذلك بشكل اوتوماتيكي هذه كلها في حقيقة هذه الاوصاف مرتبطة بتساؤلات مجموعة من الاخوة احاول ان اتناولها بشكل احاول ما امكن ان يكون سريعا مسألة اخرى مرتبطة بحجم الاضاءة حجم الاضاءة مسألة اختيارات اذا بالنسبة لي نحن بالنسبة المستعملي voice over هذا الخيار ديال جعل 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 الاضاءة على شاشة الايفون اوتوماتيكي يعني مرتبطة بالاضاءة المحيطة انصحكم بالغاء تفعيله وبالنسبة لاخوة المبصرين يفاعلونه لماذا؟ وذلك للتعامل مع الطاقة بشكل ذكي وذلك بيجعلها مرتبطة بالاضاءة المحيطة فلا معنى لاضاءة عالية في وسط موضع اصلا هنا انا الان لست بصدد الحديث عن المميزات ولكن الحديث عن اكثر المشاكل شيوعا هنا هذا التوتش هنا تقنية لبصمة تقنية لبصمة اشتكي بعض الاخوة من من عدم اشتغالها بشكل جيد يمكن من الممكن ان تكون بعض المشاكل في الحقيقة وابل تصرح بها ولكن كثيرا من الاخوة اثناء الاعدادات المطلوبة في شغيل هذه الخاصية لا يأخذون وقتهم الكافي لظهور الأصبع ديالهم في الخانة المناسبة فعلينا ان نأخذ وقتنا الكافي كي يتعرف الزر الدائري على أصبعنا بشكل جيد ايضا يشتكي بعض الاخوة من مشكل كبير هو البطارية في الحقيقة مشكل البطارية تكلم عنه الكثير بمختلف اللغات وان شاء الله ربما اتحدث عنه لاحقا ولكن احاول ان اجمل اغلب الطلاعات حول هذا الموضوع في بعض الخلاصات الاساسية ليست هناك حلول سحرية للحفاظ على البطارية الا ان اغلب هذه الحلول تتمحور حول اجراء ذاكي وهو استعمال كل خاصية من خصائص الايفون من قبيل الويفي من قبيل الشبكة الخلوية وتشغيل الترواجة خدمة الجيل الثالث استعمال ذلك كله حسب الحاجة وعدم ترك كل الخاصيات مشغلة بشكل عشوائي هناك مشكل ايضا مرتبط بالنسبة الاخوة مستعملين مشكل طرحة اخيرا هو عدم امكانية توقيف تشغيل الويس اوفر الحمد لله هاد المشكل في اليوس ويت بوين دو ويوس تمانية نقطة اثنان اختفى هاد المشكل فانا اوقفت تشغيل واعدت تشغيل الويس اوفر لعدة مرات وهو ما سافعله الان ها هو ها هو اذا ها هو طرح هذا المشكل لاحظوا معايا والحمد لله الذي طرح هذا المشكل هاد المشكل في الحقيقة مشكل يجب ان يختفي نتمنى ان يختفي في النسخ المقبلة من التحديثات ولكن هناك حل حلاني لتفاديه الحل الاول هو تفعيل خاصية الضغط التولاتي على الزر الرئيسي للشاشة هذا ها هو هنا العنصر الاخير من امكانية الوصول ونختار فويس اوفر نختار فويس اوفر يعني كأنني افعل هذه الخاصية لفويس اوفر وبالتالي حينما لا يريد ان يتوقف اضغطوا ضغطة تولاتية على هذا الزر ليتوقف ولا انصحكم بالتكرار لذلك حفاظا على كفاءة هذا الزر الحل الثاني في الحق انصحكم به اكثر من الاول هو ان نطلب من سيري المساعد الذكي الشخصي الذكي ان يوقف فويس اوفر ماذا بعد ايضا هناك ايضا مجموعة من الاخوة يشتكون من بعض المرات ثقل اشتغال شبكة الانترنت على سفاري وهنا انصحكم باغلاق النوافذ التي تم فتحها اهه نفتحها كاملة حتى يبقى عندنا غلي سيني غلي فاوري دينا وايضا وايضا القيام بمجموعة من الاعدادات وقد اشرت اليها في فيديو اه سفاري ولا دعي الى اعادة اه تكرارها اه اه ايضا اشتكي بعض الاخوتي ايضا من خاصة المبتدئين حينما يكثرون من تنصيب التطبيقات اه من بعثارتها بمعنى انها غير مرتبة غير مرتبة اه ترتيبا ابجديا وهنا في الحقيقة انصحهم هنا بالذهب الى الاعدادات ثم الى عام جنرال ثم الى اعادة التعيين اعتقد انصح هذا اعادة التعيين مجموعة من الامر وهنا يقوم باعادة تعيين شاشة الاستقبال انصحة هذه الترجمة واعذروني اخوتي المشارقة شاشة الرئيسية اه فنقوم باعادة تعيينها ونوافق يعني نقوم بالضغط على تعيين وس ترتب الايقونات اه ترتيبا اه يعني اه كما يكون الترتيب الافتراضي والترتيب ابا جدي غالبا وما دون في خانة التعيين ايضا يشتكي مجموعة من الاخوة من ظهور بعض المشاكل في الحقيقة هناك حل نرجو ان لا نصل اليه هناك حقا مستويات للوصول الى حلول انصحكم بالتدرج في الانتقال من مستوى الى مستوى ف هنا مثلا عندنا بالاضافة الحل التي اعتدتكم قبل الويفي الحل الذي سبق ذكره لمعالجة اشكالية الويفي واحتى اشكالية الشبكة الخلوية هنا انصحكم هذا العنصر الثالث اعادة تعيين لاعدادات شبكة وهذه صدقوني في الحقيقة بعض المرات تكون حلا ناجعا وان كان تفرض علينا اعادة ادخال المعطيات خاصة بالنسبة لشبكة الويفي وهو امر لا بد منه ان دعت الضرورة الى ذلك الحل إذا كانت اعدادات غير متعلقة بالشبكة متعلقة باشياء اخرى لا نذهب مباشرة الى حذف الاعدادات والمحتوى ولكن نلجأ الى هذا العنصر الاول حتى اذا عجزنا نذهب الى الثاني هذا تعيين لاعدادات فقط ان لم نلحظ تحسنا ومعالجة لمشكلتنا نذهب الى الحل الثاني وان كان ارتباطا بالموضوع هناك حيلة لم تذكرها ابل وانصحكم بها وقد حللت بها مجموعة من المشاكل فعلى سبيل المثال في مرة من المرات احد الاجهزة اجهزة الايفون لم يتمكن صاحبه نهائيا من اعادة تشغيله وقمت بكل ما ينبغي القيام به ولم طبعا باستثناء استعمال ايتونز قمت بكل ما ينبغي القيام به ولم يشتغل الحل الذي اقترحه عليكم هو الضغط بشكل متزام على زر زر الفيروياج كان قوله بالفرنسية يعني زر القفل زر الاعلى وزر الرئيسي الضغط وهو هذه القضية لا يمكن ان اقوم بها لانها ستوقف ايضا تسجيل الضغط بشكل متزام حتى يتم ايقاف تشغيل وتظهر التفاحة تفاحة ابل الشهيرة تم عند ذاك انزع يدي الاصبعي الاثنين وقد حللت بهذه الحيلة مجموعة من المشاكل ماذا بعد هي في الحقيقة الاسئلة والاجوبة لا تنتهي ايضا من اهم المشاكل ايضا هو شكوى العديد من الاخوة من نقص في كفاءة اداء زر الهوم الزر الدائري وذلك راجع لكثرة استعماله فمثلا نحن حينما نكون في اي تطبيق ولا على شبكة الانترنت ولا لكي نعود علينا ان نضغط عليه لكي نعود اذا هناك ادات في الحقيقة اردت منها ابل شيئا اخر ولكن يمكن استعمالها لهذا الغرض وهي assistive touch هذا assistive هذا المساعد هذا لنفعله نذهب الى اعدادات ثم عام ثم عام ثم امكانية الوصول ثم نبحث عنه حتى القاوة ها هو assistive touch القاوة هنقوم بتفعيل ديالو هوا هنا مفعل اصلا ولو وقفنا التفعيل ديالو غدا يختفي هذا في الحقيقة هذا زر وضفت له ليو سويت العديد من المزايا راح فيها هذا هذا زر الافتراضي المشابه للزر الحقيقي الهاردوير وفي الى دخلنا هنا الجهاز يمكننا نوقف تشغيل الصوت الاصوات الصادرة من الايفون وهذه في الحقيقة ايضا تحيلنا الواحد المشكلة تشكى منها الاخوة هي هذا الزر الذي يقفل الصوت ويعيد تشغيل لفوق زر خفض ورفع الصوت هذا ايضا نستغنع عليه من هنا ايضا نعاود كين باش نرفع مستوى الصوت ونخفض مستوى الصوت اذا اترك لكم اكتشافه هذا يحللنا الى حد بعيد هذا المشكل هذا ايضا من اهم المشاكل بالنسبة لأب ستور بعض المرات الاخوة الاخوة بالفرنسية ثم مشتريات يعني فوق فوق اول عنصر تم تحديثه مؤخرا هنا المشتريات كتجي تأتي المشتريات مصنفة الى تصنيفين كين كل المشتريات او التي ليست على هذا الايفون إلا بغيت نسهل على راسي على لأسهل على نفسي نمشي التي ليست على هذا الايفون ونختار لاحظوا انا نظرا لانني اجرب مجموعة من التطبيقات قد وصل عددها غير التي ليست على هذا الايفون حوالي 925 تطبيق ايضا في الحق اذا اشتكى لانسان منطقة الايفون هناك مجموعة من الحيال ولكن اسهلها والضغط على selector duplication بمعنى احاول ان اضغط مرتين على زر الهوم ليوقع ما يلي واغلق بسحب اصبع واحد بالنسبة للمبصرين مستعملي فويس اوفر يسحبونا بثلاث اصابع حوال اعلى هكذا وغادي يختفي وقع تطبيقات اللي كانت ايضا مغلقة يشتكي ايضا بعض الاخوة من تحرك شاشة الايفون عند تصفح الصور والفيديوهات مثلا تحركوها بين نمطي احاول ان اذكرهما يعني نمط العرض ونمط طول بورتري والبيزاج لا يمكن لان سؤال يا حمده لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كانت سوى كانت اذن لالغاء ضوران الشاشة احاول ان اتي بمركز التحكم ما هذا ان اعطل دوران شاشة اعني كانان ان اضع قفلا وبالتالي الشاشة تدور وهنا طبعا إلا درت هذا العملية وغد يظهر تظهر واحد الإيقونة الفوق قرب البطارية قرب مستوى ملء البطارية أيضا من أهم تساؤلات الإخوة التي تطرح عليهم مشكل من نوع آخر والتي سأحاول أن أختم بها لأن هذه التساؤلات وهذه المشاكل في الحقيقة متجددة ومتعددة اشتكي بعض الإخوة تراكم جموعة من التطبيقات التي منحوها إمكانية الوصول إلى خاصية تحديد المكان وإمكانية استعمال مثلا الميكروفون والولوج إلى الصور وإلى الكاميرا فكيف يمكن أن نسحب كل هذا من هذه التطبيقات إذن سنذهب إلى إعدادات العام ثم نذهب إلى إعدادات ثم عام ثم إعادة تعيين هذا العنصر الأخير فيها هو إعادة تعيين خاصية تحديد المكان يعني منحها لتطبيقات والخصوصية يعني ويرجع الوضع البداية وتقرر من جديد لمن تمنحه ذلك ولمن لا تمنحه إذن إلى هذا الحد أصل معكم إلى نهاية هذه الجلسة الممتعة وأعتذر إن كنت قد أثقلت عليكم إلى أن جمعني بكم حصة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر